استقبلت إدارة شركة الكفيل الاستثمارات العامة مدير عام التنمية الصناعية واجريت خلال الزيارة جولة على بعض مشاريع العتبة العباسية المقدسة واطلع عليها المدير الزائر عن كثب وعدها الموذج المميز لإحياء عبارة صنع في العراق وجدنا صدق أنه صناعة تقنية عالية جدا منطورة معامل تفرح وتشرح النفس من أعمال ميكانيكية وأعمال هندسية وأعمال مدنية شيء مفرح جدا صراحة جولة ميدانية شملت عدد مشاريع صناعية منها دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع والورشة الفنية ومعمل مياه الكفيل إلى جانب زيارته مرآب الكفيل الفني وتم تقديم شرح مفصل له عن كل مشروع هدف من إقامة هذه المشاريع الحفاظ على المنتج الوطني والصناعة الوطنية وتشغيل العياد العاملة لأننا سأغلب معامل اللي زرناها كل ما عمل به ما يقل عن 350 عامل ذولة يعني عبارة عن عوائل 350 عائلة شغالة من وره المصانع الحفاظ على المنتج الوطني الجودة الوطنية المنافسة داخل السوق المحلية تقليل الاستهراد وتشغيل الأيد العاملة بالأساس العتبة العباسية المقدسة ومنذ تولي الأياد المباركة زمام إدارتها عملت على إحياء عبارة صنعة في العراق من خلال مشاريعها المتعددة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة